فنحن ما نقول أنه نحن بمرض مزمن فنحن نفقد الأمل لا عندهم خط أحمر هو المريض المريض هو رقم واحد بأي شيء أنت ما فيك تعمل أي شيء لأنه أنت أول شيء مهنيا وقانونيا ملاحق بهذا الموضوع فأنت المريض هو أولا وثم أولا وأولا عندما نسمع عن إنجاز طبي عندما نسمع عن عمل جراحي نادر عندما نسمع عن تطور مهم عم يحرزو أطباءنا وكوادرنا في مشافي سوريا حقيقة هذا شيء يدعو للفخر يعني رغم كل ظروف اللي حدثت في سوريا لا تزال مشافينا تقوم بجراحات مهمة جراحات على مستوى عالي جدا من الدقة وبعضها جراحات نادرة كالجراحة التي سنتحدث عنها اليوم مع ضيفي يلي من خلاله سنوجه له تحية إله ولفريقه ويعرفنا على الحالة النادرة يلي أجروا لعمل جراحي ضمن بروتوكول علاجي لطفلي عمره سبع سنين كانت يعني شفى أن تفقد تماما القدرة على النطق والمشي ليعاد إليها الأمل من جديد ورحب بضيفي في الستوديو الدكتور باسل الرمحين استشاري جراحة الأعصاب من بريطانيا جراحة الدماغ والعمود الفقري أيضا دكتور باسل شرفتني شكرا كثير إليك استاذ باسل وبتشرف أنا فيكم برنامج كون وإن شاء الله تكون هالفترة اللي مقنضية هي تكون مفيدة للمشاهدين إن شاء الله أهلا وسهلا فيك دكتور حقيقة هاي مؤول مرة بنسمع عن يعني خلال السنوات الماضية عن إنجازات طبية يحققها طباءنا في مشافي سوريا وجراحات مهمة جدا شو اللي بتتميز الجراحة اللي أجريتوها عن يعني ما كان يحدث سابقا الآن الجراحة اللي سوينا هي أول شيء لطفل طفلة بعمر سابقا فهي هون الشيء المميز أنت طفل دايما الطبيب والأهل دايما بيتعاطفوه مع حلاج الطفل نحن الحالي اسمه مويا مويا وممكن أي واحد يتساءل شو هو الاسم أو اسم غريب شو هو هذا الماضي هو شيء نادر هلا هو شيء نادر بمنطقتنا هون ببلداننا هون شيء جدا نادر مويا مويا هي الكلمة اليابانية لسحابة الدخان وسحابة الدخان هي الكلمة الوصفية لمنظر اللي بيسموه تصوير الأوعية للدماغ بهذا المرض فهو بيثوره الأوعية بالقسطرة بيبين شكل الأوعية المريضة بشكل سحابة الدخان فمن هون إجا اسم مويا مويا اللي هي الكلمة اليابانية لسحابة الدخان ولهيك هذا المرض منتشر بدول شرق آسيا أكتر من طبعا نحن ببريطانيا في مراكز كبيرة لعلاج فمشان هيك نشوف هاي الحالات ببريطانيا نحنا فكانت هاي الحالات تيجي بشكل عام من العرق الصيني أو العرق الياباني بالإضافة أنه في حالات بتنتج ما لا علاقة بالعرق بس نتيجة مثلا علاج شعاعي أو مريض عنده مشكلة هي بكل بساطة هي التهاب مترقي بأوعية الدماغ اللي يبلش بالتدريج من أول شي يبلش بتضيقات أو استسمكات بجدر الأوعية الدماغية وهذا بيترقى شوي شوي ليعملنا انسيدات بكامل أوعية الدماغ فالدماغ رح يفقد التروية يعني بالآخر إن كان بعد عدة سنوات فراح يصير هذا الدماغ غير مروى بالدم فمن هون بنبلش نحنا نفقد الوظائف العصبية بالتدريج الفكرة الأساسية أنه هذا قد يصيب فئتين عمريات فئة الأطفال وفئة الكبار والعلاج بالفئتين مختلف تماما هو بالنهاية هي الفكرة أنه نحنا نجيب مصدر لتروية الدماغ من غير المصدر اللي عم بيمرض فبالأطفال الطريقة الأساسية هي نحنا نزرع شريان من فروة الرأس أو جلد الرأس وندخل هذا الشريان تحت العظم تبع الجمجمة ونزرعه على الرأس على الدماغ وهذا الشريان بدك تعطيه وقت ليعمل شبكة جديدة من الشريين لأنك عم تزرع نبت العادي بالضبط فمشان هيك نحنا النتائج ما منشوفها مباشرة وهي النتائج مسبتة بدراسات بأكبر الجامعة بكاليفورنيا ببريطانيا النتائج وخاصة النتائج مبهرة عند الأطفال فنحنا ما نقول أنه نحنا بمرض مزمن فنحنا نفقد الأمل لا هذا المرض معروف من سنوات ولكن طرق العلاج تغيرت وتطورت بهذا المرض فكانت من أنه نحنا نعمل مثل ما بيقولوا مصدر للتروية بسيط لا صار هذا المصدر بالطريقة الأخيرة اللي أجريناها نحنا هنا بسوريا صار هذا المصدر يأمن تروية كتير كبيرة والطفل مثل ما حكينا الدماغ بعده عم يتطور غير عند البالغ اللي عنده أمراض من قصور كلية لأمراض سكري لأمراض ضغط فأنت بتكون عم ترمم من جهة وبنفس الوقت العمر عم بيعمل مشاكل من جهة تانية فبالطفل نحنا الطفلة هي اجت مشخصة أنه في عندها مرض مويا مويا وهذا كان مسبت بسورة الرنين مغناطيسي نحن عندنا من شخصه هذا المرض طبعا في كتير حالات مصابة بهالمرض في سوريا أنا بعد ما عملت هذه العملية صار يجيني اتصالات من الناس عاملين أي ومن أطباء أنه دكتور أنت بتعمل هذه العملية أنه نحنا أنه شفنا نتائج في عندنا مرضى ممكن نبعت لك يوم فصار في تواصل لأنه فعلا نحنا عملنا العملية من سنة ونص أول عمل جراحي منها من سنة ونص هي بتأثر على الجهتين بالدماغ على يمين وعليسار فنحنا بلشنا بالعملية الأولى اللي هي الجهة المصابة أكتر فالطفل كان يجيها طفل بهذا العمر يجيك بنواب اختلاج مثل نواب صرعية أو يجيك بفالج بجهة ويرجع يجي بجهة تانية فهذا دغري أنت بدك تفكر بشيء كبير بالدماغ فنحنا وقت صار في استقصاءات وتصورت المريضة عملنا لرنين ورنين أوعي للدماغ فتبين وجود هذا نحن نحاول نتجنب إذا كان التشخيص واضح بالطفل أنه ما نعمل القسطرة لتصوير الدماغ لأنه القسطرة راضة شوي فبالطفل نحاول نكون أقل رضا بهذا الموضوع فبعد ما عملنا الصور وبعد ما عملنا التشخيصات بيّن هذا المراض فنحنا بلشنا بالجهة اللي هي عملت لأعراض أكتر وعملت لأشلال فبعد ستة شهور من أول عملية عملناها لعلاج فيزيائي مكسف صارت في عندها بدأ يعني بوادر تحسن حلق نطرنا ستة شهور لتطلع تتعافى الطفلة من العمل الجراحي الأول لأنه العمل الجراحي الأول استغرق بين 8 إلى 10 ساعات بعد ستة شهور نحنا عملنا العمل الجراحي الثاني للجهة الثانية حلق بلشتنا نشوف النتائج لأنه مثل ما حكينا نحنا عم نشتغل على الوقت على الزمن وعلى نفس الشي أنك أنت بدك بالجهة يصير في معاوضة للتروية الشريانية فالطفلة بعد تقريبا ستة شهور من العمل الجراحي الثاني بلشت تمشي كانت غير يعني كانت الطفل هي غير قادرة على الكلام غير قادرة على التعبير أو التواصل مع الحوالية أو المجتمع فأنت رجعت لهذا الطفل أنه يقدر القدرة على المشي والقدرة على بداية النطق بالكلمات هلأ نحنا ببلداننا لسه منفقد كتير من هذا الأمراض أو بشكل عام الطب ببلاد بره ما عد صفه هو علاج فردي أو هو يعني جهد فردي صار علاجات لتطلب فريق كامل لأنه نحنا بدنا قبل الجراحة التشخيص والجراحة ومن بعد الجراحة المتابعة فهي المرض هذا بده تقريبا متابعة وعلاج فيزيائي مكسف لسنوات وبإثباتات الدراسات أنه هذول الأطفال ممكن لدرجة 80-90% يرجعوا من الطبيعي بس هذا بده تدريب عن نطق تدريب على متل ما بيقولوا الشي الذهني المعادلات الذهنية كيفية الكلام طريقة الكلام طريقة الحركة كله هذا بده شغل بده مراكز متخصصة وللأسف نحنا ما عنا هالمراكز بهالمستويات فمشان هيك ممكن ما نصل لنفس النتائج اللي منشوفها بالمراكز الموجودة بأوروبا وبيميركا يعني ممكن أفهم كلام حضرتك أنه المصابين الآخرين بهذا المرض في سوريا عم بتعايشوا معه بدون علاج ممكن بدرجة من الدرجات إذا ما كان في تشخيص لأنه هذا بده تشخيص والتشخيص كمان يحتاج إلى درجة من المهنية والثقافة الطبية العالية إذا ما تشخص هاي بيكون بفئة غير مشخصة والفئة الثانية إذا تشخص أنه هذا مرض مزمن ما في أمل من إلاجه هلأ عم نقول للناس نحنا عم نقول لهم أنه نحنا هاي في أمل في أمل ونجزنا حالي واضحة وصريحة الحمد لله فكرة الفريق فكرة وجود عدة اختصاصات عدة أشخاص عم يشرفوا على هيك حالي هل هي موجودة عنا يعني عنا سوابق في سوريا أن يكون عنا فريق طبي يتابع حالي واحدة أم مثل ما تفضلت قبل شوي بالعادة جراح أو طبيب مسؤول عن حالي الأكيد في ما أننا نحن الوحيدين اللي عم نشتغل كفريق بسوريا أكيد في كتير عم يشتغلوا كفرق بس أنا أصدق المنظومة كاملة المنظومة الصحية بأوروبا هي هي منظومة فرق وليس ما في نجاح فردين هناك بينجح وينجحوا كفريق وهذا سبب النجاحات العالية نحنا دائما الفرد ما بينجح مثل الفريق فنحنا أنا جيت من بريطانيا ومعندي هالعقلية أنه الفرد ما بينجح مثل الفريق ودائما نحنا بنشتغل كفريق يعني حتى وقت الطفلة دخلت على المشفى تم تشخيصها ورجعت دراسة كاملة من طبيب الأطفال من طبيب التخدير لأنه الطفلة تحتاج إلى عناية مشددة ما بعد الجراحة جدا دقيقة ولازم يكون طبيب التخدير ما أنه طبيب التخدير يجي يشوف المريضة خلال العملية وبعد العملية وانتهى لا الطبيب التخدير لازم يتابع بالعناية المشددة يعرف قديش بده تاخد أكسجين قديش بده تاخد سوائل قديش بده يكون ضغطة كل هاي أمور بتساهم بشكل كتير كبير بنجاح العمل الجراحي خليني هنا وجه تحية للفريق أكيد حضرتك في البداية ومعك دكتور أحمد محرز اختصاصي جراحة عصبية معك ياسمين فرج وهي مساعدة حضرتك الجراح معك الدكتور محمد شحادي استشاري الأمراض الداخلية العصبية اللي هو شخص الحالي وعم يتابعه وفي أسماء تانية في أسماء كتير كانت عم تشتغل معنا للأسف أنا بعتذر إذا ما ذكرت أي اسم بس لا يعني أسماء كان فريق فعلا لأنه كانت عمليتين وكل عملية كان معي فريق تاني يعني فمشان هيك عم عندي أسماء كتير كتير ما في نقع أحصية وبيعتذر من أي شخص أنا ما ذكرت شو بيعني لك دكتور باسل لما تكون جاي يعني عندك هذا الاختصاص دارسه برا وجايت يعني تمارس عملك في سوريا وأوقات في عندك التقنيات التجهيزات المعدات ما بتكون مساعدة هلا أكيد يعني مثل ما حكيت أنت أنه أنت قدام شي حابب أنت تطوره حابب شي أنت تشتغله شي تعلمته ببلاد برا بس أكيد التحدي مع وجود الإمكانيات كتير عم نواجه في صعوبة لأنه يعني بشكل كتير كبير المتابعة حتى الأدوات والتجهيزات خلال الجراحة وبالتشخيص عم نفتقده كتير بس يعني ما عم نحاول أنه هذا المرض ما بدنا نقرب عليه أو ما بدنا نعالجه يعني يظل في إلنا دور بهذا العلاج وإن شاء الله يعني مع السنوات المقبلة إذا صار في شوية التحسن يعني نحنا مثل ما بنقول نحنا عنا الخبرات البشرية بس بدنا يعني التجهيزات بإذن الله إن شاء الله بالسنوات المقبلة هو حقيقة دكتور باسل داما بنحكي عن الدكتور السوري يعني وأنا أسمع حتى من أشخاص من جنسيات عربية أخرى في دول مقيمة فيها بدوروا على الدكتور السوري اللي يروحوا لعنده هلأ أكيد شوف يعني نحنا وقت دايما الطبيب السوري خاصة بفترة الإزمية الطبيب السوري عم بيطلع بدأ يسبت حاله طالع من ما بيقوله من حاجة بدأك وللأمانة نحنا وتتخرجنا من كلية الطب المنهاج اللي كان يدرس لطالب الطب السوري منهاج ضخم كتير وحتى نحنا اللغة الإنجليزية اللي هي تعتبر العائق أمام الطالب السوري عم بيقدر كان يقدم الفحوص الأمريكية والبريطانية وهلأ الألمانية وعم بيقدر يجتازها بدرجة كتير كبيرة فهذا ما هو سهل أنك أنت تكون دارس لفترة طويلة بالعربي وترجع تقرأ الطب من أول وجديد بلغة تانية وترجع تثبت حالك وكتير من أصدقان بأمريكا صاروا بروفسورية وعندهم مراكز وعم بيشتغلوا على دراسات وأبحاث كتير عالية بهذا الموضوع فأكيد الطبيب السوري بلا شك أثبت وجوده بكل أنحال بينحكا دايما في بلادنا ضمن الظروف الحالية عن هجرة الأطباء وعن عدم وجود بقاء الإمكانية أن الطبيب يقدر يبني مستقبله أو يأنجز ضمن الظروف عنا هذا الخطر بخبرتك من علاقاتك من محيطك نحن فعلا عنا هذا الخطر أم عنا أطباء قادرين إذا توفرت لألون إمكانيات يلبوا القطاع الصحي في سوريا حلا لدرجة معينة في عنا كوادر بس للدرجات العلية من المستوى الطبي أكيد نفتقر لهذا الموضوع لأنه نحن إذا نطلع على نسبة الأطباء اللي طلعوا وما رجعوا هي نسبة كتير كبيرة قلائل اللي طلعوا ورجعوا بينما إذا نحكي نحن قبل الأزمة كان أي طبيب حلمه يطلع لبرة ويرجع على بلده ويخدم بلده هذا الشيء ما عدا عم نشوفه أليل حتى نحن عم نشوف بطلابنا اللي عم بيدرسوا الجراحة العصبية كلياتهم عم بيجهزوا حالا ليخلصوا الاختصاص ولا يسافروا لبرة فبالنادر لتلاقي طبيبي إلا كأنه أنا بدي ضل بهذا البلد وحتى هذا الطبيبي إذا ضل بهذا البلد هون وما صارت له فرصة يطلع لبرة فهو ما واكب تطور الطبي بهذا الموضوع فيفضل أنك أنت تطلع وتشوف لأنه نحن كنا بمرحلة هون أنا طلعت على بريطانيا بال2009 فنحن نفكر أنه نحن هون نعرف يعني عنا قدرة نعمل أي شيء لا للأمانة بس نطلع لبلاد برة منشوف الفارغ الكبير بالتعامل مع المريض بالتعامل مع الزملاء بالمهنية العالية بالعلاقات بين الأطباء كيف نحن بدنا بالنهاية عندهم خط أحمر هو المريض المريض هو رقم واحد بأي شيء أنت ما فيك تعمل أي شيء لأنه أنت أول شيء مهنيا وقانونيا ملاحق بهذا الموضوع فأنت المريض هو أولا وثم أولا وأولا عنا كيف في الوضع؟ ما أكيد ما نهيك ما بدنا ندخل بتفاصيل بس الوضع عنا هي لأنه آخر شيء نحن مثل ما حكينا ما عم نشتغل بشكل مؤسساتي كبير فأحيانا عم بيكون يعني هونيك المريض بس يروح لعن طبيب خلص الطبيب الشيء اللي بيقل له ياه هو القرار الأكيد الصحيح اللي ما في رجعة فيه لأنه في عندهم ستاندرد من الأطباء ما في تحته فأما هون نحن ما نلاحظه بشكل أنه المريض بيروح لعن طبيب وثنين وثلاثة وعشرة لأنه ما نعرفهم بيسمع رأي من هون ورأي من هون فآخر شيء ليكون قناعة ليروح لعن الطبيب اللي يقتنع فيه الجراحات الكبرى بدها تقنيات وبدها كفاءات وحضرتك قلت تنينهم متوفرين بنسب يعني منها كاملة مين المسؤول دكتور عن تطوير القطاع الطبي ضمن المستوى الأعلى اللي تفضلت بالحديث عنه يعني هل من الممكن مثلا أن يكون فيه دور لهيئات المشافي الجامعية أو لوزارة الصحة أنه هي تبعد فرق طبية تتابع تدرس لسنوات وترجع يعني يكون فيه مشروع يتضمن أنك أنت تقدر تجيب المعلومات الجديدة الأبحاث الجديدة تطبق البروتوكولات اللي صارت موجودة برا هلأ أكيد فيه جهود نحن عم نشوف فيه عنام عم تحاول تشتغل عم تحاول تتواصل مع الخارج إذا فيه أطباء من الخارج عم بيجوا يعملوا مؤتمرات هون بيجوا بيقدموا خبراتهم بس هذا ما بيكفي أنه أنت بدك جيل جديد نحن للأسف إجت فترة الأزمة نحن بعادتنا يعني فينا نقول عشر سنوات عن التطور يعني أنت هالعشر سنوات نحن ما في طبيب طلع لبره ورجع فأنت كيف بدك تواكب التطور في أنت شكرا لك كله أنا لو بجوز أنا الوحيد أني رشحت فهي فعلا فعلا مشكلة بالإضافة أنه نحن الأطباء أو الخريجين الاجداد هنه عم يدرسوا على أمل طلعة أي يسافروا لبره خلص فكيف نحن فيه عنا مثل ما بيقولوا يعني هجرة الأدمغة فينا نسميها أو الbrain drain هي هاي فبالنهاية هذا كيف بدك أنت تقدر تعوده قد ما كان فيه عندك حتى لو كان فيه عندك تجهيزات قدرت أنك تعود من جهة بس فيه عندك الموارد البشرية الأساسية هي هاد الأساس رفع مثلا موضوع الأجور أو يعني تحسين واقع العمل بيئة عمل الأطباء بتكون حل؟ أكيد هلا هذا جزء من الحل يعني جزء من الحل ما نبلش نحنا من المدرسة من الجامعة أنت يعني هي كلها يعطي حلقة بتتتابع مع بعضها فنحنا ما فينا نقول بس رفع الأجور لأنه آخر شيء أنت رفع الأجور لا يكفي به هذا الموضوع فأنت بدك الطبيب يعيش مثل ما بيقوله والفرد يعيش ما المريض كمان بنفس الوقت المريض يعني كتير نحنا منلاحظ أنه أجور العمليات أو العلاجات عم بتكون كتير علي والمريض ما عم يدير يأمن هذا الشيء فهي يعني موضوع للأمانة معقد وصعب أنه نقدر نوصل لحلول بس أنا برأيي فيه جهود وفيه كتير عالم عم تشتغل على هذا الموضوع بس يعني بدك تعطي حالك مسألة وقت هي لنشوف لوين الأمور بيعني إذا صار فيه تحسن بالسنوات المقبلة الفريق اللي حضرتك يعني أدرت كرمال هاي الجراحات هو من المشفى الأسد الجامعي وصف لي واقع المشفى حاليا هلأ للأمانة مشفى الأسد الجامعي أنا أجيت بشرت العمل بال2020 بمشفى الأسد الجامعي هلأ أكيد نتيجة الحصار ونتيجة الأمور اللي عم تصير بمشفى الأسد الجامعي نحن عم نواجه يعني صعوبات بس للأمانة لساتنا بمشفى الأسد الجامعي عم نجري بكل الأختصاصات عم نجري عمليات على ضمن الأمكانيات هاي كتير مهمة يعني نحن آخر شي عنا عنا أمكانيات محدودة ومتاحة بهذا الموضوع فنحن ما فينا نتجاوز هاي الأمكانيات فأنا برأيي مشفى الأسد الجامعي يعني يعتبر المشفى الرائد ببلدنا بهذا الموضوع عم بيغطي يعني حالات كتير كبيرة ومعقدة يعني وتشكر آخر شي كل الجهود اللي عم بتساهم بهذا الموضوع لأنه أنا بعرف فعلا في كتير تحديات بموضوع تأمين المستلزمات الطبية واليعني التجهيزات الطبية تجهيزات بشكل أساسي لأنه صارت أسعار كتير كتير عالية يعني هاي تضاف طبعا إلى الارتفاعات اللي بيعانوا من الناس في هذا المبلغ على فهو نفس الشيء نحن هون الإدارة اللي عم بتساوية أنه نحن شو الأمراض الشائعة مثلا الأمراض الضغط والقلبية والقصور الكلوية والأصد فهي كتير أمراض جدا شائعة خاصة بتقدم العمر فعم يكون التركيز على الأمراض الشائعة يعني نحن ما فينا نركز على الأمراض المعقدة والصعبة لأنه هي بيضل كعدد هي أقل فأنت بدك تعامل أنت كمان قطاع خدمي فبدك تفكر من هالناحية ختاما دكتور تغير عليك طبيعة الأمراض من قبل ما تسافرها صار في أمراض جديدة صارت الناس عم تجي بإصابات أو بأمراض ما كانت موجودة سابقا أو ما كانت بهالكثرة أكيد الردود والكسور والإعاقات العصبية زادت نتيجة فترة الأزمة يعني نحن عم نشوف كتير عالم مقعدين عالم عندهم شلال تام عالم عندهم بطر بالأطراف فكلها هاي أمراض خاصة بالأزمة فينا نقول والأعداد مننا قليلة لا لا أعداد كتير كبيرة يعني بهذا الموضوع هذا بالقسم اللي نحن عم نحكيه الخاص ببلدنا نحنا بس أما من ناحية الأمراض مثل ما حكينا الأمراض هي نفسها بكل بس نحاول نواكب نحنا هالتشخيصات ما في شي بالتشخيص كتير كبير بس مثل ما حكينا نحن بقابلية تقديم العلاج للمرضى يعني عم نكون شوي مقصرين مقارنة بالدول الأخرى بكل الأحوال يعني اللي فينا نقوله أنه الجهد اللي عم تقدمه واضح وكبير ومقدر وأعتقد أنه يكفي يعني أهل الطفلة ومحيطة وكل الناس اللي اطلعوا على تفاصيل هذا العمل كانوا سعيدين بأنه قدرتوا تعملوا هذا الخرق بهالحال النادرة في سوريا ترجى هذه الجراحة للمرة الأولى عنها ومثل جراحات صارت للمرة الأولى وضمن سنوات الحرب هذا اللي بيخلينا نكون كتير فخورين فيكم ومن خلال حضرتك نوجد تحية للكوادر كلها الطبية اللي عم تشتغل بسوريا ضمن هذا الظرف لا طبقنا يلي لساتهم هيكي صابرين وموجودين وعم يتحملوا معنا وللي عندهم يعني أمل أنه يرجعوا نتمنى يوما ما تقدر الظروف ترجعوا إلى بلادهم ويقدروا يكونوا موجودين بيناتنا وشكرا لوجودك معنا دكتور شكرا للك أستاذ باسل ونحن آخر شي ختاما بقول أنا أنه نحن ننضل على الأمل وما فينا يعني نعيش بدون أمل وإن شاء الله الأمور لإلدام بتكون بأحسن شرفتني شكرا للك الدكتور باسل الرمحين استشاري جراحة الأعصاب والدماغ والعمود الفقري من بريطانيا أهلا وسهلا فيه المختار مع باسل محرز إعداد ريم سليمان جعفر مشهدية وفاء الحداد علاقات عامة آلاء عدرة المختار من الأحد إلى الأربعاء الثالث عصرا عبر المدينة أف أم وتلفزيون الخبر